اهلا بك عزيزي متابع قناة المحيط في لقاء يتجدد ان شاء الله سوف نتناول اليوم عزيزي متابع قناة المحيط قصة الاميرة فوزية ابنة الملك فؤاد وكيف اصبحت امبراطورة على ايران من هي الاميرة فوزية وكيف اصبحت امبراطورة على ايران وكيف انتهت علاقتها بشاه ايران محمد رضا بهلوي وحياتها بعد الطلاق ومصير زوجها شاه ايران محمد رضا بهلوي وكيف طاردته الثورة الايرانية الخومينيت في حياته وبعد ممته ولماذا دفن في مصر من فضلك اشترك بالقناة دعما لها وفعل الجرز واعجاب وشير الفيديو الاميرة فوزية هي اخت الملك فاروق وهي الابنة الاولى للملك فؤاد الاول ضمن بناته الاربع والملك فؤاد هو ابن الخديوي اسماعيل وهو احمد فؤاد بن اسماعيل بن ابراهيم باشا بن محمد علي باشا اما عن اولاد الملك فؤاد من الملكة نازلي فهم حسب ميلادهم الملك فاروق الاميرة فوزية الاميرة فايزة الاميرة فايقة الاميرة فتحية ولدت الاميرة فوزية في 5 نوفمبر 1921 ميلاديا في قصر رأس التين في الاسكندرية تزوجت الاميرة فوزية شقيقة الملك فاروق الاول من ولي العهد الايراني محمد رضا بهلوي في 15 مارس 1939 ميلاديا كان هذا الزواج جزءا من استراتيجية سياسية تهدف الى تعزيز مكانة نصر في العالم الاسلامي حيث سعى الملك فاروق الى توسيع نفوذ الاسرة العلوية من خلال المصاهرات مع الاسر الملاكية في المنطقة قصة حكم رضا بهلوي الاب لايران ولد رضا بهلوي الاب في 15 مارس 1878 ميلاديا وقد عمل في بداية حياته بالجيش الايراني الى ان اصبح قائدا للواء القزاق في عهد الدولة القاجارية قام سنة 1921 ميلادية وهو على رأس وزارة الحربية بحل الحكومة ثم تولى منصب رئيس الوزراء بين عامي 1923 و 1925 وفي 13 ديسمبر 1925 اجبر البرلمان على ان ينتخبه شاها على البلاد اثر الانقلاب الذي قام به ضد الشاه احمد مرز القاجاري اخر شاهات الدولة القاجارية رضا بهلوي الاب من كرسي عرش ايران الى مدفنه في مسجد الرفاعي في القاهرة اجتاح الجيشان البريطاني والروسي ايران في 25 اغسطس 1941 اثناء الحرب العالمية الثانية بسبب علاقة رضا بهلوي الاب هتلر وخوف الحلفاء من تزويده للجيوش النازية بالبترول الايراني وفي 16 ستمبر 1941 ميلاديا اجبر رضا بهلوي الاب على التنازل عن عرشه لولي عهده محمد رضا بهلوي فاصبحت فوزية فؤاد امبراطورة لايران وكان الابن محمد رضا بهلوي قد تزوجك منها قبل عامين في مارس 1939 ميلادية وتم نفي رضا بهلوي الاب الى جنوب افريقيا وظل بها الى ان مات في 26 يوليو 1944 وقد حالت الاضطرابات السياسية في ايران دون دفن جثمان رضا بهلوي الاب في ايران ونظرا لعلاقة المصاهرة التي كانت بين ملك مصر وايران فقد تم نقل جثمان رضا بهلوي الى القاهرة حيث دفن بمسجد رفاعي في 28 اكتوبر 1944 تفاصيل الزواج نعود الى زواج محمد رضا بهلوي الابن من الاميرة فوزية تمت مراسم الزواج في القاهرة ثم في طهران حيث اقيم حفل زفاف مهيب وصفت الاميرة فوزية بانها كانت واحدة من اجمل النساء وقد اثارت اعجاب البلط الايراني بجمالها واناقتها كانت تتقن العديد من اللغات بما في ذلك الفرنسية والايطالية مما جعلها شخصية بارزة في البلط الحياة بعد الزواج انجبت الامبرتورة فوزية ابنة واحدة هي الاميرة شهي ناز لكن الزواج لم يستمر طويلا في عام 1945 وقع الطلاق الذي اثار ازمة دبلوماسية بين مصر وايران حيث اصر الملك فاروق على عدم عودتها الى ايران كيف حدث الطلاق قدمت الاميرة فوزية الى مصر عام 1945 تلبية لدعوة من الملك فاروق لزيارة كان معدا لها ان تستمر شهرين فقط الا ان الازمة وقعت بين مصر وايران بعد اسرار الملك فاروق على طلاق شقيقته ورفضه عودتها الى ايران ثم تم الاعلان عن الطلاق رسميا في سبتمبر 1948 ميلاديا في نفس يوم الاعلان عن طلاق الملك فاروق والملكة فريدة اعلن الطلاق بسبب ما وصف بانه تأثير المناخ الفارسي على صحة فوزية ولكن العديد من المراقبين اعتبروا ان هناك اسبابا سياسية ودبلوماسية وراء هذا الانفصال بعد الطلاق عادت فوزية الى مصر وتزوجت مرة اخرى من العقيد اسماعيل شيرين بعد الاستقرار في مصر والزواج من اسماعيل بكشيرين في مارس 1949 ميلاديا تزوجت الاميرة فوزية من العقيد اسماعيل بكشيرين وهو ابن عم من بعيد من العالة المالكة وكان اخر وزير للحربية والبحرية في مصر قبل ثورة 23 يوليو 1952 ميلاديا حيث كان قد استعان به الملك فاروق للقضاء على الضبطات الاحرار وتنظيمهم قبل اشتعال الثورة وقد اتى اسماعيل بكشيرين ضمن حكومة نجيب الهلالي اخر الحكومات المصرية قبيل اشتعال الثورة وقد انجب شيرين وفوزية من الابناء نديه وهي من مواليد 1950 ميلاديا وقد تزوجت في فترة من الفترات من الفنان يوسف شعبان وبعد نديه انجب ولد واسمياه حسين وهو من مواليد 1955 ميلاديا وقد اكملت الاميرة فوزية حياتها في سموحه بالاسكندرية حتى وفاتها في 2 يوليو 2013 ميلاديا محمد رضا بهلوي الابن وزوج الاميرة فوزية مطارد في حياته وبعد مماته بسبب الثورة الايرانية اخذت الاضطرابات في ايران تتصاعد بدءا من اكتوبر 1977 وادت الاضطرابات التي اعقبت مقتل مصطفى نجل خوميني الى شل البلد تماما لمدة عام تقريبا ثم بلغت الاحداث ذروتها في 8 سبتمبر 1978 والذي يطلق عليه يوم الجمعة الاسود عندنا استخدم الجيش الايراني القوة المفرطة وقتل 88 متظاهرا في 16 يناير 1979 غادر الشاه ايران الى غير رجع حيث اتجه اولا الى اسوان جنوب مصر ومكث بها اربع ايام اجرى خلالها اجتماعا مع رئيس الراحل محمد انور السادات ورئيس الامريكي السابق هنري فورد تقول بعض المصادر الايرانية ان الشاه استحب معه رفات ابيه واعيد دفنها في مسجد الرفاعي مرة اخرى اذ ان الثورة الايرانية قد قامت بهدم ضريح رضا شاه في طهران بعد ان غادر اسوان جنوب مصر توجه الشاه الى المغرب ثم الى جزر الباهاماس ثم الى المكسيك كان الشاه يعاني من سرطان في التحال فعرضت سويسرا القيام بعلاجه الا انه صمم على اجراء الجراحة في الولايات المتحدة الامريكية سمح الرئيس الامريكي كارتر بقدومه الى الولايات المتحدة الامريكية وظل بها ست اسابيع طالبت خلالها الثورة في ايران بتسليم الشاه في ذلك التوقيت حدثت ازمة السفارة الامريكية في طهران فغادر الشاه امريكا في خمس عشر ديسمبر الف وتسعمائة وتسع وسبعين متوجها الى بنما التي اندلعت بها المظاهرات رافضة لبقائه بها الى ان اضطر لمغادرتها بعد ان ارسلت ايران سفيرها الى بنما بطلب من اربعمائة وخمسون صفحة يطلب فيه تسليم الشاه لايران السادات يوافق على استقبال الشاه وزوج الاميرة فوزية السادق كان الشاه في ازمة اذ رفضت العديد من الدول استضافته فلجأ الى السادات الذي قبل ان يقيم في مصر بصفة دائمة عاد الشاه الى مصر في خمس وعشرون مارس الف وتسعمائة وثمانون واجرى بها عدة عمليات جراحية وظل مريضا الى ان توفى في سبعة وعشرين يوليو الف وتسعمائة وثمانين الموافق ست عشر رمضان الف واربعمائة هجرية حيث اقام له السادات جنازة رسمية ودفن في مسجد الرفاعي في المكان الذي كان ابيه قد دفن به سابقا من فضلك اشترك بالقناة دعما لها وفعل الجرز واعجاب وشير الفيديو